استأنف قطار النزهة الذي اعتاد الدمشقيون أن يستقلوه للتوجه إلى متنزهات ريف العاصمة تسير رحلاته يومياً بعد توقف قصري فرضه النزاع المستمر منذ أربعة أعوام في خطوة يوضح مسؤولون محليون أن هدفها إعادة الأمل إلى سكان العاصمة انطلاق القطار بيضيف قيمة مضافة للسياحة الشعبية التي غايتنا الأساسية هي تلبية متطلبات وحاجة الشعب السوري أنه موضوع التعرف على مقاومات ومنتجات محافظة دمشق وقبل نزاع شكلت السياحة ما نسبته 12% من إجمال الناتج المحلي للبلاد فيما وفر القطاع فرص عمل لنحو 11% من اليد العاملة وأدى نزاع إلى إغلاق العديد من المنشآت السياحية الصغيرة وتسريح العاملين فيها لهذا يعتبر خط السياحي أكثر ما هو خط نقل الركاب رح نحاول نوصله محطة الشادر وام حيث أنه يكون كمان خط لنقل الركاب من دمر باتجاه الشادر وام وتشهد سوريا منذ أكثر من أربع سنوات نزاع بدأ بتظاهرات سلمية تطالب بإسقاط نظام الأسد وتحول إلى مواجهة مسلحة بعد أشهر ثم تشعب إلى جبهات متعددة من أبرز أطرافها تنظيمات جهادية دخلت على خط النزاع خلال السنتين الأخيرتين وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 220 ألف شخص